أهلا بكم مشاهدينا من جديد سأقوم بجولة على مقترط من العرب الجديد هذا الأسبوع ثم نناقش بعض مع ضيفنا لليوم الأستاذ صدام الكمالي سكرتير تحرير في موقع العرب الجديد أهلا بك سأبدأ بالجولة ثم أناقش معك بعض المواضيع بداية جولتنا مشاهدينا من العراق حيث دعت وزارة التخطيط المواطنين العراقيين للتعاون مع انطلاق عملية التعداد السكاني العام أما في اليمن وتحديدا في المناطق الريفية تبرز ظاهرة حرمان النساء من الميراث بحجة العادات والتقاليد من مصر ودائما مع العربي الجديد حزمة البغدونس قفزت من جنيه إلى 2.5 جنيه كما انخفضت كميتها لتصبح أقل من أصابع اليد نتابع جولتنا والآن من سوريا عائلات المختفين قصرا لا تزال تنتظر عودة أبنائها أو معرفة مصيرهم على الأقل في العنوين أيضا ومن فلسطين المدارس الافتراضية هل تكون حلا لطلاب غزة؟ أما في الأردن فتراجع كبير في القطاع السياحي نتيجة العدوان على غزة وفي القصص المصورة في العرب الجديد يمكنكم متابعة قصة التوأمين الفلسطينيين آيسل وآسر واستخراج شهادة ميلادهما ووفاتهما في اللحظة ذاتها سيد صدام جديد أهلا بك سأبدأ من العراق دعت وزارة التخطيط المواطنين العراقيين للتعداد يعني التعداد تأخر كان مفروض يكون بال2007 ما أهمية هذه الخطوة وحساسياتها في هذا الوقت؟ يعني يفترض أنه إجراء تنظيمي لكن للأسف هو تحول إلى ملف سياسي شائك في العراق يعني تعداد السكان الأخير الذي أجري في عام 1997 حين ذاك تم إجراء هذا الحصر باستثناء مدن إقليم كردستان العراق السليمانية إربيل ودهوك يعني كان وقتها عدد تعداد سكان العراق 22 مليون يفترض بحسب تقديرات العراقيين إذا ما تم إجراء هذا الحصر في نوفمبر القادم يفترض أن يكون عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون عراقي هذا الملف الشائك تحول إلى ملف سياسي يتعلق بالانتخابات بالمحاصصة الحزبية والطائفية ما بعد العدوان الأمريكي للعراق عام 2003 نعم لتفاصيل عن هذا الموضوع ندعي المشاهدين المتابعة العربي الجديد لمعرفة كل الملف الموضوع الثاني اللي كمان كان وارد عبر العربي الجديد المدارس الإفراضية لغزة إلى أي مدى برأيك هذه خطوة ممكن أن تكون خطوة عملية أن تكون بديل وليه ممكنة بهذا الوقت بالذات مع استمرار الحرب يعني في ظل الحرب على غزة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر عام 2023 أعتقد من غير المعقول أن يتم إطلاق مثل هذه المبادرة في ظل الحرب وفي ظل تدمير شبكة الكهرباء وشبكة الإنترنت الوضع مزري أن تبعوا طلاب يعيشون داخل خيمة لا يمتلكم مقاومات الحياة الأساسية أن تبعوهم إلى تعليم الإلكتروني يعني كان هناك مبادرات لشباب وشابات غزيين يعني تعليم الطلاب في المخيمات النزوح هذه المبادرات أعتقد أنها أجدى من دعوتهم إلى التعليم الإلكتروني في ظل الحرب وفي ظل ما تمر به غزة نعم نكمل جولتنا إلى اليمن والملف هو حرمان النساء من الميراث هل تعتقد أن سلطة العراف ممكن أن تكون أقوى من القانون بهذا الإطار وليس من رادع قانوني لهذا الموضوع يعني للأسف المرأة في الريف تحديدا في اليمن مسلوبة الحقوق والإرادة القانون اليمني يخضع للشريعة والشريعة واضحة فيما يتعلق بالموارث لكن للأسف ليس هناك مواد قانونية تكون قوية فيما يتعلق بحرمان النساء من الميراث يعني هناك بعض النساء اليمنيات ذهبنا باتجاه المحاكم لكن المشكلة أن المجتمع يوصم هذه المرأة بأنها متمردة بأنها تمردت على أسرتها ذهبت يعني لا تستطيع المرأة في الريف أن تشكو أسرتها إلى عقل الحارة من بالك أن تتواجه إلى المحاكم لمزيد من التفاصيل حول العرب تابعوا العربي الجديد أما الآن سأقوم معك بجولة سريعة على بعض الرسوم الكاريكاتورية في موقع العربي الجديد ثم نعود صدام الكمالي سكرتير تحريف في موقع العربي الجديد شكرا جزيلا لك لأن أعود أسبوعية لهذه الفقرة ومناقشة مواضيع الحساسة شكرا جزيلا